قدم الفنان الأردني غنام صابر غنام عرض مسرحي بطريقة موندو دراما بمزرعة بمنطقة الشونة الجنوبية تحت عنوان سأموت في المنفى تفاصيل العرض المسرحي رح نشوفه بالتقرير التالي قدم الفنان غنام غنام في إحدى مزارع الشونة الجنوبية عرضا مسرحيا بعنوان سأموت في المنفى وكان العرض من تأليف وإخراج وأذاء غنام غنام وتميز العرض بعدم اعتماده تقنيات المسرح التقليدية واعتمد فقط على أداء الممثل بمرافقة كرسي متعدد التحولات دون استخدام إضاءة أو صوتيات أو منصة للمسرح هذا النوع من المسرح يذهب إلى الناس حيثما كانوا وينما كانوا يقدم لهم دون اشتراطات يعني لا بدوا ديكورات ولا بدوا إضاءة ولا بدوا مقومات تقنية تحول دون تقديمه يخاطبهم بلسانهم يخاطبهم بصورهم بأحساسهم ويكونوا شركاء في العرض بكل الأحوال يمكن يكون هذا ميزة هذا النوع من المسرح اللي أنا بشتغل عليه من مطلع التسعينات اللي هو مسرح الفلجة الشعبية مسرح الحلقة مسرح الخروج على الفضاءات المعروفة الإيطالية للخروج لأنه هذا شكل الاحتفال في مجتمعنا يعني عراسنا طورنا حصادنا عزانا كله موجود في حلقة في الأصل ولقي هذا العرض إعجاب الحضور الذين دهشوا بأسلوب الفنان وطريقة سرده للقصص التي تخص حياته بشكل خاص وتتحدث عن حياة الشعب الفلسطيني بشكل عام أكثر شيء يؤثر فيه هو لما كان يحكي عن القرانة أنه إحنا تهجرنا وصرنا مائلنا هوية يعني إحنا بدأ الفاقد فعليا ففكرة أنه إحنا شاهد الأبر لما نموت ويحطوا أنه من هاي القرية إحنا مضل طب عمرنا عايشين أنه أنا من كفر اللبد مثلا أنه من كفر اللبد كفر اللبد ما عمري راح أعترف فعليا أنه من كفر اللبد غير لما أموت ويكتبوا على شاهد أبري أنه هذه اللبدي هي من كفر اللبد فهذا الإشي هيك تحسه بوجعك في قلبك جوا يعني هو مبدع معروف عنه الأستاذ غنام يعني غني عن التعريف بالتأكيد بس كان حضور جدا جميل والجمعة والغنى وهيك الصوت يعني كان إشي جدا رائع فعلا مع أنه ما كان يملك أدوات يعني هو فعليا بسمعه كرسي بس جد أثر فينا كان رائع تدنا أنه الأستاذ غنام غنام دايما يطل علينا بإشياء جديدة ويلمس الجرح اللي بيوجعنا أتمنى كل مواطن عربي يحضر سأموت في المنفى لأنه الوضع في منطقتنا كله كتير محزن ويمكن كل نص فينا عم بنعاني من مقاسي كتير كبيرة بسبب الحروب وبسبب الهجرات نحن صحيح عشنا ليلة جميلة ليلة مسرحية بداعية ثقافية قل نظيرها في مساحات الغور الدافئة وبين النخيل غنام غنام يعني أشهر من يعرف هو من الرموز العمل المسرحي الأردني محليا وعربيا الليلة يعني أبدأ في تجلياته كما هو دائما مبدأ في تجليات الحلم وتجليات الواقع عندما اشتغل على موضوع في يعني غاية الأهمية موضوع المنفى والرحيل والغربة الغربة هنا لها أكثر من معنى ولها أكثر من دلالة هي غربة الشعب الفلسطيني أولا ثم الغربة المتلاحقة الشعوب العربية حاليا لتعيش في المنافي فكان عمل موندرامي عمل جميل ومحلق استطاع وحده أنه يلم شتات العديد من الأفكار وكان فيه بعد نفسي للعمل يعني احنا كثير سايكولوجيا كثير استمتعنا وكثير أثر فينا هذا العمل الممتع واللي يضاف إلى تجربة غنام غنام المسرحية والفكرية وقدم غنام خلال العرض جانبا من حكايته الشخصية وحكايات والده وإخوته بالتوارد مع التاريخ الفلسطيني والأسئلة المربكة عاطفيا التي تسببت بها نكبة فلسطين تجاه مصطلحات الإنسان الذي يعيش في المنفى مؤتبرا نفسه بدل فاقد للإنسان الذي كان يجب أن يعيش حياة عادية على أرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر